أهلا وسهر فيكم من جديد لكل المشاهدين تحدثنا سابقاً وكلنا فخورين جداً بتحقيق فلسطين إنجاز عربي وفلسطيني غير مسبوق في مسابقة اليوسي ماس العالمية ساعدين بوجود مجموعة من طلاب الفلسطينيين وعرأسهم بطلة العالم وهي سدين سري وهي ضفتنا اليوم الطالبة من داخل الاستوديو وأيضاً مركز يوسي ماس العالمي في فلسطين وبتمثله اليوم موجود معنا من داخل الاستوديو مديرة المركز وهي سيدة بنان خليفة أهلا وسهلا فيكم وألف مبروك شكراً على حضوركم وأهلا وسهلا فيك يا سدين مبروك الله يبارك فيك يعني رفعت راسنا وراس فلسطين كمان الحمد لله أحكي لنا سدين كنت رايحة ومحضرة حالك رح تكوني بطلة العالم بهذه المسابقة وأكيد يعني بعد كل التدريب اللي دربته وكل التعب والهذا أكيد كنا رايحين وعارفين إننا رح نحقق نتيجة كفلسطينيين بردو بين كل الدول أكيد كنا رح نحقق نتيجة بس لما عرفت إنك أنت بطلة العالم إيش عملتين طبعاً لكل مبساط وإنه يعني فايزين مع أحلاكي سدين يعني قلب وقالب وطاقة كمان عندك كتير حلو رح أسمع منك أكثر بس نسأل سيدة بنا نقول شي مبروك يعني هدول الواحد بقول للتابعين للمؤسس بيصير وذلك إن أولاده كمان هذا الشعور أكيد ومبروك حققته أكثر من نتيجة على رأسهم بطلة العالم الحمد لله بس عشان المشاهدين اللي بنضمولنا ومعندهم مش فكرة عن مصابقة اليوسي ماس بس سريعاً تعرفين بهاي المصابقة نعم نحنا بنحكي عن يوسي ماس هي برنامج عالمي موجود من سنة الأربعة وتسعين من امتداد لماليزيا البرنامج هذا بيعمل على تنمية تطوير القدرات العقلية لدى الطفل بحيث إنه يصير في عنده قدرة عالية جداً من التركيز والسرعة والدقة والملاحظة والاستماع بالإضافة للثقة بالنفس إذا هو حصل على هاي المهارات بتأكله إنه هو يدخل في المسابقة الوطنية بتعملها كل دولة وإحنا عملناها بـ 2-9 تحت رعاية الوزارة التربية والتعليم وبحضور الدكتور سبري سيدم كانت هي متأهلة رقم واحد فعلاً كانت في المسابقة الوطنية بعدين بينضموا هدول الأطفال اللي بيفوزوا للمسابقة العالمية اللي بتضم أكتر من 64 دولة بالعالم بـ 4000 طفل وطفلة مطلوب منهم إنهم يحلوا 200 مسألة حسابية في 8 دقايق فقط أنا يعني مش ردة فعل عادية على هاي الخبرية 200 مسألة حسابية في 8 دقائق عملتيهم يا سدين كلهم سويتهم كلهم سويتهم طبعاً في عنا فيديوهات لسدين وهي فعلاً كيف تنهيهم وباللحظة اللي أنهتهم يعني إحنا كان لدينا أمل كبير لأنه كنا متبعينها بمعسكر تدريبي قوي إنه على طول أنا قلت لها رح تكون تشامبيون على طول بطلة العالم ليش لأنها فعلاً أنهتهم وهذا شيء قليل جداً من الدول اللي بيحكوها يعني حتى لما نحنا كنا هناك حققنا نسبة نجاح مئة بالمئة كونه الأربع طلاب اللي انضموا للمسابقة العالمية حققوا نتائج فيها ومن ضمنها اللي هو التامبيون أو بطل العالم طيب سدين يعني تحكي لنا يعني إحنا ما كناش معاك ما كناش شايفين بس تحكي لنا كيف كانوا هذور التمن دقايق هلأ طبعاً بالمسابقة الوطنية كنت متوترة وهيك إشي فما قدرت أني أخلص كل المسائل فحلت مئة وخمسة واربين من أصر الخمسين من أصر مئة وخمسين فلما صرنا نقدرها رح لديك خمس مسائل يعني أهو هذا بالوطنية بالوطنية نعم وحتى يومها كمان صرت أعيد بعدين لما كانوا يدربوني كانوا يركزوا على أني أنه أضيع كل الخوف وكل التوتر الفاي وحتى كمان يحكولي ما تعيتي هناك لو مفزتي ولو ماتشتي معلش عيات سعادة هذا طبعاً هذا كله كان كل يوم تدريب كل يوم فروحنا على المسابقة طبعاً أنا شو حكيتي يعني عشان نعت الثقة والاشياء إنه ليش إحنا اللي نكون خايفين منهم خليهم هم اللي يخافوا منا يعني إحنا فلسطينيين وقتحت احتلال أوكا بس منقدر فضيعت كل الخوف والتعب الفي ونسيت كل اللي حوالي وقت الامتحان وصرت أحل براحة وبرلاكس إني بقدر أخلص منتين مسألة إذا بحط راس بالورقة بقدر أخلصهم فطبعاً والمس فقرصنا وبتشجعنا وقت المسابقة وطبعاً أعطتنا دعم كبير بالمسابقة وغير أهلي ومعلمتي دلت متواصلة معنا فخلصت المتين مسألة طبعاً نبتت من محلبي الله فلما طبعاً إحنا بعد ما خلصت المتين مسألة خلصت أكدنا إنه إيه لنا النتيجة ويحكوا لي أن أنت إليك الشامبيون إن شاء الله وأحكي لهم إن شاء الله ونما أعلم النتيجة المسألة تتحيلة لازم الحد فيكم يعيث يعني كنت أقولها ما تبكي رحت أنا لمكيت من الفرحة طيب عشان كمان الناس يكونوا معنا فاهمين بنفع نجرب نحل مسألة مع بعض حيثاً نركز مع بنان نشوف مع سيدة بنان وصدين أيضاً كيف ممكن يتفاعلوا مع بعض بمسألة حسابية رادي أنا راح أحكي وانتي جاوبي وراح نعمل ناكس حسناً بس احكي لنا صدين انتي كيف بتحضر حالك بحركة الإيدان إيش بتكون؟ بتخيل الأباكاس المحداد اللي بستخدمها بالمسابقة قدان أوكي تمام تمام راح نتبدأ هنا معاكي أوكي رادي؟ نمبر 1 8 1-6 plus 5 1-7 1-3 plus 5 1-3 minus 4 minus 5 plus 2 2 ناكس نمبر 2 برافو عليكي 1 2 5-7 plus 1 6 minus 2 minus 6 plus 1 2 1 5 minus 4 plus 2 2 برافو عليكي لو احنا نستمر من هون لساعة هي عندها قدرة عالية جداً إنها تجيب الأرقام طيب يعني ما شاء الله أنا طبعاً متفاجئة لأن أنا يمكن ثلاثة أرقام مع بعض وبخربش في الثاني ممكن بس أكيد هذا الجاي من تدريب كمان والواحد بطور وأنا يعني وزي ما حكت السيدة بنان في البداية إنه هو بعكس شخصية لحدة وإحنا فعلاً قدرين نشعر إنه هي كمان قداش كمان هي مرتاحة مع حالها وشخصيتها قوية سيدين قداش كنتي عم تتدربي أنت انت تسبتي لمركز يوسي ماس أنت بالأدس صح؟ فإنتي كنتي عم تتدربي بمركز بالأدس؟ لا بيت حنينة بيت حنينة بيت حنينة أديك أنصلك عم تتدربي بهاي الطريقة لتسطوير مهاراتك الحسابية؟ صاري لسنة ونص طبعاً بس المسابقة قبل المسابقة الوطنية بأكامل شهر بلشنا نتدربي على هاي المسابقة وعلى سرعة الإيدين وكيف نقدر إنه كيف أقدر أحل هذول المتال مسألة وظلينا نتدرب 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 لحال ما حققنا هذا الإنجاز سيدة بنانس وقالي يعني بمركز يوسي ماس بفروعكم المنتشرة العملية بتصير عملية بتطور مهارات الفرد أو هي بتصير فقط عملية تقنية للشخص بقدر يعرف الأرقام؟ أو فيها تطور دائم ممكن تشرحينا أكثر عن هاي الجزئية؟ نعم صحيح لا إحنا الهدف الرئيسي عنا في التدريب الناس بتفكر هي عبارة عن أرقام فقط ولكن إحنا الطالب لما ييجي عنا دائما بنقول إحنا بنعمله تست بسيط لنشوف إيه شخصيته إيه الإنجليزيات اللي إله قديش هو أكاديمياً كمان بنربطه بأكاديمياً بنبدأ ندربه عن طريق الأرقام لأن هالأرقام هي اللي بتوصلنا للنتائج العالية إنه لو هذا الطفل قدر يحقق مجموعة عالية من الأرقام أكيد هو رح يصير في عنده تركيز أكيد رح يكون عنده سرعة أكيد رح يكون عنده دقة أكيد رح يكون عنده استماع بالإضافة لثقة بنفسه نحن بنعرف أنه أغلبية المشاكل الأساسية لدى الطفل هو عنده يملك ذكاء لكن ما عنده فن الاستماع والتركيز إنه هو ما بيستمع لإيش المعلومة اللي بنحكي له إياها فبالتالي ما عنده قدرة على التركيز في يوسي ماس إحنا بنبدأ أول ثلاثة شهور في تعليم الطفل فن الاستماع ليش لأنه هو بيستمع للمسألة الواحدة أو للمعلومة الواحدة لمرة واحدة فقط وأنت اللي تبعني بالمعلومة ما في تكرار لها المعلومة فبالتالي هذول الأطفال بصيروا حتى أكاديمياً وشخصياً واجتماعياً مع بعض بكل أمور حياتهم مش بس بالحساب أو بالأرقم سديم تشعر أنه أفرق معيك في المدرسة أنتي بالأساس واضح أنك شاطرة وذكية في المدرسة وبالحياة طبعاً إنه مش شرط بس بالمدرسة بس تشعر أن المسابقة خلتك تصيري أكتر أشطر أو بتركزي أكتر؟ بالضبط هلأ هو يعني كثير ساعدتني بأشياء من ناحية الرياضيات ومن ناحية مواعيد أوقات البقعد أدرس فيها يعني فمثلاً قبل ما أبدأ أدرب وقبل ما أدخل باليوسيماس كله كنت أقعد بالدراسة لمدة ثلاث ساعات أو ساعتين أما هلأ ساعة ساعة ونصف ماكسماً بأكون مخلصة دراستين تركزي بهذه الساعة ونصف بشكل كثير مين كانت مستك؟ لازم نشكرها أكيد ولأ السمان ولأ السمان أكيد نشكرها طبعاً لأنه أكيد اشتغلت كمان معاكم وعند هذا الشعور بالفخر كان في مجموعة من الأطفال شاركة وإحنا نقدر نحكي عن أكثر من أربع آلاف طالب وطالبة من ستين دولة في العالم اللي بتشارك بهذه المسابقة النهائية في دبي كم عدد الأطفال كانوا من فلسطين وإذا كان في نتائج كمان حققت بالمسابقة؟ نعم صحيح إحنا طلع معنا على المسابقة العالمية أربع أطفال منهم ستين في عنا ثلاث أطفال تانين عدي زعبي من الناصرة عدي شاهيم من نابلس وعيسى موسى مناصرة من رام الله أصل الخليل هذولاً طلاب كلياتهم كمان كانوا ضمن المسكر التدريبي اللي تعبوا معنا فيه شوفي أقل طالب فيهم من الطلاب ومن ضمنهم ستين كانوا أحياناً ياخد معهم تدريب أكتر من ثلاث ساعات يومياً بالإضافة إلى ضغط المدرسة وضغط الحياة ككل فألا يرضى عليهم كلهم كانت روحهم رياضية لحد ليلة المسابقة وكل الفعاليات اللي كانت وإحنا ندربهم وهم يقولوا يلا معلش علشان بس نفوز حقق الطلاب اللي بالمستوى الأول مع سدين المركز الثاني عالمياً عيسى مناصرة هو مستوى ثامن في يوسي ماس أخد كمان المركز الثاني عالمياً ألف مبروك لإهم كلهم نتمنى كان لو عندنا متسع كمان نشوفهم كلهم بس أكيد سلمونا عليهم وألف مبروك لإهم إذا عم بيشوفونا سدين بدي أسألك كمان قديش بالمدرسة وأهلك كمان والدك بره كنا نحبله ويكون شوفنا قديشه كمان فخور بدخلوا بصورك وكتير مبسوط يعني وكمان هذا دعم الأهل الله خليك لهم طبعاً بس قديش هم كمان دعموك وهذا أفرق بالنسبة لإلك عمل فرق هو طبعاً يعني دعم الأهل كل يوم بدعموني بوقفوا جنبي بشجعوني يلا بنا نجيب ناش نروح بدون ما نجيب مركز يعني ومدرستي كلها وقفت معي وبيتمنولي الفوز وإنه برضو عملت زي امتحان بالمدرسة فكلهم ويالله يا سادئين وبشجعوا وبصيحوا أنا تأمن صف تأمن ويعني أعطوني دعم كبير كبير مدرسة بقى مدرستي ولا أهلي ولا أمي وأبوي ولا ستاتي الله خليك أم أكيد آه يعني عرص صغير بالدار احتفال بالسدين أجمل بالدارس يمكن آخر شيء بدي أنهي فيه وهو السؤال لسيد بنان دائماً بفلسطين بنقول إنه إحنا مرات ما ندرك قيمة الغنى اللي عندنا في أطفالنا ويمكن كان فيه أمثلة كتير كبيرة لأطفال فلسطينيين وحتى شباب الوطن العربي كيف يعني انبهرنا فيهم وبي ذكاءهم ولكن دائماً بنقول تنمية المهارة والحرص عليها واحتضانها وتطويرها بشكل إيجابي ممكن يضمن إنه إحنا نشوف سدين اسمها مش بس على مستوى وطن العربي ولكن على مستوى العالم ليش؟ لا طول ما عندنا هاي القدرات من عمرها الأد صغير وهذا بيحط عليكم مسؤولية كتير كبيرة شو منتوقع من مركز يوسي ماس اليوم وبعد تحقيق مرتبة بطلة العالم هل فقط رح نكون بهذا الفخر والسعادة ونعمل لقاءات ورح يتوقف الموضوع هون ولا بدنا يكون طموحنا أعلى باحتضان هاي الموهبة والذكاء العالم؟ أكيد نحن بنحكي عن سدين والطلاب كمان اللي فائزين معاها في عنا خطة موجودة لإلهم من كل الأصعيدة على الصعيد خلينا نقول الشخصية بالإضافة لأكاديمياً وامتداد ليوسي ماس وماذا بعد؟ الخطة بتحكي إنه قديش إحنا ممكن ندمجهم في كمان مؤسسات عالمية موجودة حتى ينهضوا فيهم يعني يتركوا أثر ويكونوا لربما علماء أو يعني إشي ملموس في المجتمع لا طبعاً هي لن تقتصر على مقابلات ولا فرحة بحشوة فوز بسيطة هي لازم يكون فيها إلها احتضان أساسي لمؤسسات كبيرة خلينا نقول دولياً وعالمياً وهل هذا وعد يعني هل هذا فقط وعد وفعلاً مبني على خطة موجودة بالنسبة لكم؟ أكيد أكيد يعني هذا الكلام سواء سدين أو الطلاب التانين إحنا بلشنا معهم من ابتداء من الأمس لأنه يوم الخميس كان فيها احتفال من قبل وزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتور صبري صيدم كل الشكر والاحترام إله على الاستقبال والاحتفال اللي كان فبصفي في النهاية هدولا الطلاب بلشنا الخطة اللي موجودة لإلهم إلى وين هما بدهم يوصلوا وزي ما خبرتك مش بس بيو سي ماس أكاديمياً شخصياً وعالمياً لوين إحنا بنا نوصلهم أتمنى لكم كل التوفيق وأتمنى أنه بالفترة القريبة القادمة نشوف كمان سدين والأبطال التانين فعلاً فيه تطور مستمر بالنسبة لهم المصورين مبسوطين كتير على كمان الكأس تاعك سدينو عم بصوروه وهذا كأس بطلة العالم في المسابقة شكراً لكم كتير فخورين فيكم يعطيكم ألف عافية وأتمنى لكم كل التوفيق أهلاً سلام فيك ننتقل مشاهدين إلى فاصل ومنستكمل أكيد محطاتنا ابقوا معنا